مساء الخير اسمي أمينة لقد عشت في مدينة ليشفيل في ولاية نيوهامشير على مدار 22 عاما الماضية ولكني في الأصل من المغرب أنا عدوة ناشطة للغاية ضمن المجتمعات العربية في الولاية نيوهامشير أمضيت الأشهر الثلاثة الماضية وأنا أتحدث مع العديد من العائلات العربية هنا لمحاولة فهم سبب تواجد تفاوض كبير في مجتمعنا فيما يتعلق بالخدمات والموارد وخاصة لدى العائلات الشابة من خلال إجراء بعض المكالمات الجماعية عبر الإنترنت تمكننا بالفعل من تحديد بعض النقاط الفعالة والإيجابية في مجتمعنا مثل أننا نتلقى دعما إضافيا من منظمات دعم اللاجئين لتلبية بعض احتياجاتنا والأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والموارد المالية بالإضافة إلى أن جزء كبير من العائلات كانوا راضين عن مقدمي الخدمات وأعربوا عن مدى تعاونهم وسأمساعدتهم ولن ننسى أيضا بأننا سلطنا الضوء على بعض الأشياء التي يمكن تحسينها مثل أن بعضنا قد لا يشعر بالترحيب الكافي في بعض الحالات بسبب امتلاكهم لمهارات محدودة أو معدودة أو معدومة في اللغة الإنجليزية وذلك مع توفير قليل من الخدمات للترجمة للعربية بالإضافة إلى أن البعض قد واجه صعوبات في إكمال المعاملات الورقية مثل تقديم الطلبات أو فهم بعض المستندات مثل فواتر الرعاية الصحية وغيرها وذلك نظرا لأن غالبها ما يكون متاحا باللغة الإنجليزية فقط بالإضافة إلى كل ذلك فقد تأثرنا جميعا بجائهة كورونا وواجهنا وواجهت عائلات جميعا تحديات متعلقة بإغلاق دور رعاية الأطفال وطول قوائم الانتدار للحصول على خدمات الرعاية الصحية والخدمات التنموية وكذلك صعوبات التحول إلى الخدمات الرقمية وصعوبة التواصل مع شخص حقيقي للإجابة على أسئلتنا أعلم بأن جميع هذه التحديات هي ليست جديدة بالنسبة لكم كعائلة عربية هنا في ولاية نيوهامشير لكنني متحمسة للغاية لإشارك معكم هذا العمل المميز هو حراك من أجل المساوات ونحن لن نتوقف إلى هذا الحد انضم إلينا في حراكنا من أجل المساوات لمعرفة المزيد